في خضم أيضا حديثنا عن هذه التحركات العسكرية التركية المكسفة نجد تصريح لافت من قبل ياشار جولار وزير الدفاع التركي بأن لديهم معلومات بأنهم من الممكن لهذه الحرب التي تدور في المنطقة العربية أن تتسع أكثر وأكثر وأن تندلع وتشمل دول كبرى في منطقة الشرق الأوسط في خضم حديث لافت أيضا من قبل وزير الدفاع التركي بأن هناك خطط إسرائيلية تهدف لضرب ولايات تركية وأنه إذا ما حدث هذا الشيء فحنها ستندلع الحرب العالمية الكبرى كيف تتابع مثل هذه التصريحات نعم بالتأكيد هناك حدود قريبة ومشتركة وهناك بحر مشترك البحر الأبيض المتوسط وهناك عصابة وكيان صهيوني يمارس القتل والذبح والتشريد لدول المنطقة فلسطين ولبنان وأيضا في سوريا يتدخل في بعض الأماكن ليس هناك له رادع هناك تغطية دولية كاملة شاملة أوروبية وغربية إلى هذا الكيان القاتل إلى هذا الكيان المجرم وبالتالي الدولة التي لا تعمل حسابها على أساس أن تحضر نفسها لأي هجوم أو لأي عبث في المنطقة من هذا النوع هي الدولة غير مهتمة وأنا أعتقد أن هذه التحذيرات هي متوافقة ومتناسبة مع خطورة هذا الكيان أن لا شيء يمنعه المجتمع الدولي تقريبا بأكمله داعم لهذا الكيان مسهل مغطي لهذه الجرائم خاصة أمريكا بالدرجة الأولى وبعض دول أوروبا أيضا كثير من الدول الأوروبية داعمة لهذا الكيان وبالتالي هناك حرب حقيقية مر عليها أكثر من عام يخوضها الكيان ضد شعب أعزل ويريد أن يسيطر على أراضي لم يكن يسيطر عليها ويريد اقتلاع يعني شعب بأكمله من أرضه من غزة وهناك احتلال جديد لأراضي جديدة في المنطقة وتفاعل أمريكا ودول العالم بأكمله مع هذا الكيان هو في الحقيقة وقت مغري جدا للكيان بأن يطغى أكثر وأن يتقدم أكثر وأن يحتل أراضي أوسع وأن يسقط حكومات ربما وأن يسيطر سيطرته التي يطمح إليها في هذه المنطقة المهمة من العالم تصريحات وزير الدفاع التركي متوافقة مع هذا الوضع بالتأكيد وهناك تخوفات وهناك تحذيرات يجب أن تطلق من تركيا بأن هناك دولة تركية لن تقبل ولن ترضى بأي عبث في هذه المنطقة خاصة وأن هذا الكيان ليس له حدود هو اليوم يقصف في سوريا مثلا ماذا نسمي هذا القصف المتكرر وخرق السيادة السورية والرئيس السوري غائب عن المشهد تماما أيضا في لبنان ليس هناك دولة تحمي هذا الشعب من عبث هذا الكيان له أهداف كثيرة له أهداف متجددة له طموحات توسعية كبيرة جدا لذلك من الطبيعي ومن الضروري أيضا أن تكون مثل تلك التحذيرات من وزير الدفاع التركي لهذا الكيان